عايزة أرحب بزميلي هاني رمزي أهلا بك سيهام مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان طبعا زي ما احنا قلنا النهاردة الخميس دي آخر حلقات الأسبوع عندنا هنا في البيت الكبير ان شاء الله تكون حلقة مميزة هنحاول بقدر الإمكان انها هيكون شكلها مختلف شوية يعني احنا خلاص كمان الجماهير كلها بتفكر في مباراة نادي الزمالك المباراة النهائية يعني عايزين نعرف ونتكلم عن موضوع ده يمكن بنوع من الهدوء شوية طبعا مبارح الزمالك نجح انه يتخطى الوداد بشكل مميز جدا فاز عليه زهابا وقيابا وطبعا تأهل للمباراة النهائية مع النادي الآهلي ان شاء الله يوم 27 في ستاد بورج العرب طبعا الجزئية دي كلنا هي عارفين انها مباراة اكيد مباراة مهمة جدا يعني والكلام ده انا قلت مبارح مباراة مهمة والنادي الآهلي قادر عندنا ثقة في الجهاز الفني عندنا ثقة في اللاعبين عندنا ثقة في الإدارة عايزين كمان احنا من هنا من البيت الكبير وحضرات الجماهير يكون الطبيعي ان احنا بنساند النادي الآهلي بندله الثقة مش عايزين يبقى فيه نوع من أنواع الضغوط الزيادة آه مباراة مهمة جدا وكلنا منتظرينها دايما بنقول النادي الآهلي هو البطل والبطل دايما يا جماعة ما بيبصش حيلعب مين آه كان اتفرجنا على مباراة زمالك والرغاء عشان نستنى منها اللعب معلمة استفهم بس هي اللي كانت محطوطة لكن علشان إن شاء الله تفوز والبطولة لازم تدوس في أي حد والنادي الآهلي قادر على الكلام دا مسيماني قادر واحنا شفناه من أول ما جاء أفكاره التدريبية وطموحاته أكيد عندنا ثقة في الكلام دوت هو كمان شخصية متزنة جدا عندنا ثقة في لعبتنا عندنا ثقة كمان في جماهيرنا اللي مش هتحط ضغوط كبير على اللاعبين دا مهم جدا يعني أنا كنت في وقت من الأوقات لعب الضغوط الكثيرة صدقوني ممكن تجيب نتيجة عكسية آه إحنا بنشجع ندينا وعندنا ثقة في لعبتنا وعارفيني أن النادي الزمالك نادي كبير النادي الزمالك في فرمة ممتازة النادي الآلي في فرمة ممتازة لقاءات القدبين دايما لها حسابات خاصة لكن بهدوء الأكثر هدوءا والأكثر تركيزا والأكثر احتراما للخصم والأكثر تصميما على الفوز إن شاء الله يكون هو الفائز ويكون هو النادي الآلي اللي احنا متعودين على الكلام ده والنادي الآلي متعود على الكلام ده فخلينا نتكلم بكل هدوء إحنا آه مستنين مباراة كبيرة عندنا أمل كبير جدا آه باللاعب منافس قوي لكن إحنا نسنج سوبرت الفرقتنا اللي جهازنا الفني آه بنشجحهم واللعيب أنا عارف اللعيبة عندها لأنه إحساس كبير جدا بالمسئولية فخلينا نشتغل بهدوء الفترة اللي جاية خلينا نتكلم بهدوء آه بنساعد سوبرت اللعيبة الثقة موجودة لكن زي ما بقول فيه فرق ما بين الثقة وما بين الغرور فيه فرق ما بين إنك بتدعم كويس وإنك تكبر الموضوع لا وإنك متأكد لا وإنك متأكد